القصط الهندي وفي منه نوعين في الجزيرة العربية القصط البحري وديا لونه أبيض شوية والقصط الهندي بيبالونه غام شوية والحقيقة اكتسب هذا القصط الهندي أهمية كبيرة جدا لأنه في حاجة مهمة جدا 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 برضو للسيدات يقضي على الكلف والنمش تماما ويقضي على أثار حب الشباب فنقول حاجة مهمة جدا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القصط الهندي تكلم عنه قال عليكم بهذا العود الهندي هو خشب عليكم بهذا العود الهندي فإنه يصعط به من العذرة ويالد به من ذات الجنب وفيه سبعة أشفية ومعادي دلوقتي عن لوحة هو القصط الهندي اللي هو طبعا يعتبر القصط الهندي من أشهر نباتات الموجودة في الهند ويستخدم في علاج كثير من الأمراض كما أنه يعني بيطلق عليه أحيانا بالكاف يعني بالكفت وهو علاج عجبي معروف منذ القدم ويعمل على استرخاء الأعصاب بتاعة الجسم كما أنه يعمل على تقوية القلب والكبد ويعالج الفالج وهو غيرها من الأمراض يعني حتى عرق الناس أو الكلام ده بيقدر يعالجوه طيب ما هي القصط الهندي القصط الهندي طبعا نبات اللي بعدها نبات يطلق عليه العود الهندي حيث يطلق عليه اسم القصط البحري أو العود البحري وحيث يقال عليه بهذا الاسم في الهند البحري بيبلونه أبيض شوية إنما القصط الهندي بيبلونه غامق شوية وده الخشب اللي موجود قدام حضراتكم ده في الفروع وعلى فكرة أنا عايز أقول عايز أقول حاجة في منتهى الأهمية أني برضو عايز أقول أني الأصول اللوراسية لهذه النباتات كلها اتنقلت من مكة المكرمة لأن أنا بقلت أني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال كانت الكعبة خش على الماء ثم دح الله الأرض من حولها فسبت إن عدد كبير جدا من النباتات للأصولها الوراسية دلوقتي في الهند ماخوزة من مكة المكرمة